أحمد الله كرامي قلبك يطيب فالصلاة على الحبيب مسك وطيب الصلاة على الحبيب شمس لا تغيب الصلاة على الحبيب شفاء ولكن بلا طبيب بالصلاة على الحبيب تدعو وربك يستجيب ومن صلى على الحبيب أبدا لن يخيب وإذا ما ضقت بالعيش الكئيب فبادر بالصلاة على الحبيب فما صلى الحزين عليه إلا أتاه الفرج القريب فسمعون الصلع الحبيب اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد أحبتي في الله أشهد الله أني أحبكم في الله أسألوا الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق والسداد والقبول وأن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يشملنا برعايته وأن يجعلنا وإياكم في ضمانه وأمانه مرحبا بحضراتكم في برنامج القصص الحق على قناة الرحمة يوم الخميس من كل أسبوع الساعة تمانية ونص بعد العشاء أسأل الله أن يجعل هذا البرنامج سبب نجاة لنا يوم القيامة ولمن تسبب فيه وللقائمين عليه وللحضور معنا الآن ولجميع فريق العمل وللمشاهدين والمشاهدات الآن وبعد الآن ولمن يؤمن على هذا الدعاء الآن وبعد الآن ومن يساهم معنا في نشر هذه الحلقات لوجه الله تبارك وتعالى وأسأل الله رزقنا وإياهم الإخلاص والتوفيق والسداد والقبول اللهم أمين طبعا زي ما كنا مع حضراتكم الأسبوع الماضي لازلنا مع ابني آدم قابيل وهابيل بنقول الأسماء استئناسا وقفنا في اللقاء السابق الخميس الماضي مع خلق آدم والنهاردة هنكمل مع قابيل وهابيل على الأرض مرة اللي فاتت كنا في جنة آدم أو في الجنينة اللي سكنها آدم واللي عايز التفسير يعود أو يرجع لمشاهدة الحلقة موجودة إن شاء الله على الإنترنت نزل آدم اهبطوا ربنا قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى اتبع آدم ومن أعرض عن ذكري زي إبليس فإن له معيشة ضنكا الله ونحشره يوم القيامة أعمى الله قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى هنفتح المصحف جزء السادس سورة المائدة الآية 27 بداية من قول الله تعالى واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين سيدنا آدم نزل على الأرض هو ستين حوى وبعدين تزاوج طب التكاثر هيحصل إزاي التكاثر الأول آدم وحوى تزاوجا جوزوا رغم أن ستين حوى مخلوق أصلا من ضلع آدم بص بص ولذلك فعلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال يعني حتة من الرجال هتكبر على إيه أما ليه طب وبعدين لما ربنا سبحانه وتعالى التزاوج حدث من آدم وحوى اللي هم من حتة وحده ومن جسم واحد كما قال الله يا أيها الناس بداية سورة النساء تقوى ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيم فالتزاوج الأول آدم ذكر وحوى أنس وكذلك كل شيء في الكون يتزاوج ومكوّن من ذكر وأنس الله مش القرآن جابها وده التفسير بقى هو أيه القرآن؟ ومن كل شيء خلقنا زوجي شيء دي جت نكر عليه الجماد في ذكر وأنس النبات في ذكر وأنس الحيوان في ذكر وأنس الإنسان في ذكر وأنس الجن في ذكر وأنس الله حتى إبليس عنده ذكر وأنس أفتتخذونه وذرياته أولياء من دوني وهم لكم عدو الحص ونحن شاعر في الأرض ذكر وأنس الكهرباء سالب وموجب ذكر وأنس النواة ذكر وأنس المية فوق في السماء في السحاب ذكر وأنس وإلا هتتفاعل إزاي وإنزل المطر إزاي والراعد والبرق فلولا إن ربنا خلق لكل شيء زوجين كده الدنيا تقف الأسد ذكر وأنس الله السبع ذكر وأنس الفيل ذكر وأنس كله كده هنقعد نعد بقى للصبح ذلك ربنا قال سبحانا الذي أي أوضح بقى خلق الأزواج كلها هنا من كل شيء خلقنا زوجين في المكان تاني سبحانا الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض هذا الزرع ويطرى اللي ينبت من الأرض الزرع ولا فيه حاجة تانية الله أعلم ومن أنفسهم يعني مما تنبت الأرض ده خطاب للعرب وقته على طبيعتهم ومن أنفسهم أرقى شوية بقى في التقدم العلمي ومما لا يعلمون الله الله ومما لا يعلمون ده اليوم القيامة يعني فيه أزواج ما تقولوش نعرف إن الكهرباء موجب وسالب ما كناش نعرف نولد كهرباء من المية الله ما نعرفش إن البطارية الشاحن دي بقى فيها ذكرة يعني فيها موجب وسالب عشان التكاثر سبحان الله الجسم نفسه جواه موجب وسالب كرات بيضاء وكرات حمراء وتفاعل وخلايا وحياة وموت قصة سبحانه وتعالى سبحان الذي خلق الأزواج كله مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلموا حتى الجماعة الفلاحين اللي بيسمعوني دوقتي الطيبين يقول لك أي وحنا عندنا برضو في النبات ذكر وأنس فيقول لك عدد دور نفسه ما هو خد بالك الذكرة والأنوسة يا إما يبقى ذكر من ناحية وأنسة من ناحية أخرى وإما ممكن تلاقي الذكر والأنسة في شيء واحد فالنبات مثلا ذكر وأنسة اللي هو النخل تأبير النخل أو تلقيح النخل طب إحنا ما بناخدش بالنزام نتزاوج ليه؟ لأن التزاوج غير مرئي لأن اللي بينقلوا الرياح وأرسلنا الرياح لواقح الله الله الرياح تغد التلقيح اللي هو الذكورة من النخلة الذكر وترسلها إلى النخلة الأنثى فتجيب البنح إيه لك إن كده خلاص؟ ومن النبات اللي هو الذكورة والأنوسة موجودة فيه مع بعض نبات الدورة طبعا عارفينه الدورة العودة الطويل ده ذكر وأنسة في نفس اللقطة إزاي؟ قال لك أن السنبولة اللي في شوشة العود من فوق في سنبولة كده دي الذكورة طب والأنوسة الشرشوبة أو الشعر اللي طالع من كوز الدورة هو ده فييجي الهوى يحرك السنبولة اللي فوق فتنزل اللي هو الهرمون إن صح التعبير يعني الذكورة وتلتقطه الشعر بتاع كوز الدورة ده فالحبة تحبل سبحان الله أمر عجيب أمر عجيب الكوز اللي ملوش الشرشوبة دي أو الشعر ده بتلاقي كوز مدعدع كده وما حملش ما فيوش حب ليه؟ لأنه ملتقتش اللي هي التلقيح من الذكر حاجة حاجة عجيبة سبحان الله فشوف لما بداية الخلق أدم وحو بداية كل شيء في الدنيا بقى ذكر وأنس حيوان نباد جماد الجماد عنده وعندك بس إنما عند الله وإن من شان إلا يسبحوا بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفور فأدم وحو تزاوج أدي أول تكاثر في الحياة على الأرض من البشر يعني طب وبعدين وبعدين بدأت ستين حوة بأمر من الله تنجب في البطن الواحدة في الحمل الواحد اتنين ذكر وأنس بص بص بقولك تزاوج ولد وبنت صوبي وبنت بنين وبنات كل حمل بتاع ستين حوة تجيب ولد ومعها بنت توقم طب والحمل الذي يليه البطن اللي بعديها برضو نفس الشيء ولد وبنت وبعد الروايات قالت إن هي استمرت كده حوالي أربعين بطن وقيل تمانيين مش فرق معنا الرقم ولا يهمنا نحن نقول الكلام ده بس إحنا بنستأنس به فالتزاوج بيحصل إزاي بقى الولد مش هيتجوز التوقم أخته لا كان بيعمل بقى بيتجوز البنت اللي هي أخت اللي هي توقم أخوه اللي بعديه يعني مثلا المرة دي ستين أحوه خلفت ولد وبنت وحملت حمل جديد فخلفت ولد وبنت الولد بتاع الحمل الأديم يغد البنت اللي في البطن الجديدة يغد اللي أصغر منه طب والولد اللي في البطن الجديدة الصغير ده يغد البنت اللي الأكبر منه عارف لو حسبتها تلاقي كده حرف علمت فيه كده يعني مثلا لو خلفت في مثلا السنة دي ولد وبنت والسنة الجاية ولد وبنت فالولد بتاع السنة الجاية يتجوز البنت بتاعت السنة دي الأكبر منه والولد بتاع السنة دي يتجوز البنت بتاع السنة اللي بعديها اللي أصغر منه فتلاقي ولد يتجوز الأكبر وولد يتجوز الأصغر عشان إيه عشان يحدث تباعد بقى ما هو أدم وحوى ما كانش قدامنا غير أنهم يتكسروا الاتنين ما فيش غيرهم ولكن بدأ ربنا سبحانه وتعالى يبعد الموضوع شوي فما تاخدش التوأم بتاعك لا اخد التوأم بتاعت غيرك شويه هو كده ما تجوز سمه مثلا ما هو بالنسبة لحواءل وآدم حواءل أم آدم ولا أخته لكن هي شقيقته يعني شقيقته مش أخته شقيقة لا يعني منه بأمر من الله دي أمر بقى خارج عن العقل وبدأ التباعد بقى بعد كده ربنا يحرم الأمهات وحرم البنات وحرم الأخوات وحرم بنات عشان الايه التباعد ده يخلي الناس لقوي زي كسيدنا نبي صلى الله عليه وسلم قال كده اغتربوا لا تضوو اغتربوا يعني تجوز من بعيد بلاش الأرايب خد من بعيد لأن لو فيه عيلة قادة تجوز الأرايب الأرايب ده بيقول بتخاله وبتعمه وبتخطو بتعمه وكلام ده الناس اللي جاي يضعف لأن الجينات قريبة لبعضيها حتى لما حد يتجوز ويغيب في الخلفة يقوله هو متجوز قريبته متجوز بالتعمه شوف شوف سبحان الله حاجة عجيب والرسول يا أخي سبحانه من علمه والله اغتربوا لا تضوو حتى عندنا برضو في الأرياف يقوم يقولك أنا الأمح عندي أو الضرع عندي هبيت بيت يعني الداخل يعني أو أشيل شوية أمح أو ضرع أزرع بهم تقاوي السنة الجاية فتلاقي الزرع في السنة الجاية بقى أضعف من اللي فات لأن من نفس الجينات اللي بتزرع فالأرض إيه الأرض خلاص مش حاسة بجديد عزكم الله طب لو كمان ثلاثة ما تجيبش فيقولك طب خد من جارك لو كرارها ما تجيبش طب خد من البلد اللي جنبيك طب خد من الدولة اللي جنبيك خد من القرة عشان ربنا يعني يريد يا سبحانه وتعالى التكسر يتباعد والدنيا تتقارب شيء عجيب ملك سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبيط الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون تمام يبقى الذكر والأنسة كانت الأول حواء بعد كده بقى الأخ ده ياخد اللي بعديه والأخ ده ياخد البنت اللي قابليه ماشى الأمر على كده لحد إمتى؟ لحد ما جي قبيل وهبيل قبيل مع أخته كان الكبير وهبيل جي مع أخته فقبيل خلاص هيتجوز التوأم بتاعة هبيل وهبيل هيتجوز التوأم بتاعة قابيل آه فبدأ زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت الأمراض اللي كانت في الجنينة بتاعة آدم تطلع هنا بقى بدأ قبيل ياغد صفات من إبليس فعندنا هنا ولدين ولد عاق وولد بار ولد طائع وولد عاصي اسمعوا يا أبائه يا أمهات شفت عامله إزاي الولد العاق العاصي قبيل يعني انصحها الاسم أنا بقول الاسم بس عشان أعوضح لكم القصة لكن القرآن قال ابني آدم وحتى سيدنا في السنة قال ابني آدم لكن أنا بقول من باب الاستئناس طب وبعدين والراجل الطيب الملتزم البار الطائع هابيل فقابل لما جيه تجوز أخت هابيل قال لا التوأم بتاعت أنا أولى بيها الطمع خاد الطمع من إبليسه معين أن الشرع بتاعهم كان يحرم قال ما ليش دعوة وندلوا له أخت الجميلة واغدوا الأخت أخت القبيحة عزاكم الله أو الأقل جمال ما أنا أولى كل واحد أولى بيتتوأم بتاع أول تمرد على ظهر الأرض على أوامر الله بيعتارد بقى فسيدنا آدم أنا عايزك تستشعر الموقف وتعيش القصة الأب آدم حاله إيه وأمنا حوى حالها إيه القرآن ما جابش حوى خالص في القصة دي خالص ليه لأن موقف الأم معروف الأم دايما قلبها عاطفي فأكيد أنا بستشعر أن سيدنا آدم يقول له يا ابني ده ربنا اللي أمر بكده ده ده أمر من الله يا ابني ما تزعلش أخوك يا ابني ده ده الحلال يا ابني هذا حرام والولد يقول له لا مش فارقة معي كان قبيل عنده لا مبالا كان ولد معاند إن صح التعبير كان ولد عق كان ولد عاصي زي ما فيه أولاد دلوقتي من زرية قبيل أما ليه يا ابني زاكر واللي زاكر وخده إيه بيبقى معاند كده طب يا ابني خد الموبايل علشان نتصل بيك عليه نتطمن يجي قافل الموبايل بلا واجع دماغ خش يا ابني قطك زاكر يجي داخل قافل القضاء ويلعب على النت معاند معاند هتنام لا مش هنام الله طب ما تنامش لا أنا عايز أنام بقى أهداه يروح يروح علي نفسه فيين مع قبيل إنما هبيل يمثل الإبن البار الطائع الهادي الجميل سبحان الله فعلا سدقوا من قالوا بتوع زمان البطن اللابة رغم إن الأم واحدة هي حوى والأب واحد هو آدم بس تشوف بص قبيل راح فين وهبيل راح فين قبيل خد الصف بتاع إبليس طب هو هبيل خد الصف بتاع آدم قبيل خد الصف بتاع الباطل هبيل خد الصف بتاع الحق فبدأ يطمع أنا التوأمي أنا أولى به وبعد كده يعترض على أوامر الله وبقى عنده لا مبالاة وبقى عنده بقى تكبر هو أحسن مني في إيه إشعجب هو وبدأ دي بقى بنادي بها على الأولاد وعلى الإخوة والأخوات بدأ هبيل يشغل عقله ويتعلم من والده ويسمع كلام بابا وماما أنا بفسر بالبلد خالصه فبدأ الولد يبقى قريب هبيل يبقى قريب من آدم وحو وقبيل بدأ يبعد فبدأ قبيل يحقد فلازم أنت كأخي اشتغل على نفسك ما تبصش لأخوك ده أرزاق مقسمها ربنا ما تبقاش كسلان ونايم آكل شارب وآخر 24 قرات واخوك تعبان وربنا اداله ورزقه ورفعه وانت تقول شمعنا شمعنا ايه منت نايم في العسل خد بالأسباب فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ففي عندنا من زرية قبيل آه فيه في عندنا معاندين وعندنا إخوة حقدة وعندنا إخوة عندهم حسد وعندنا إخوة بيبصوا اللي في إيه ده أخوهم ما عرفش ليه احنا هنروح هنروح بيب ليه ما ياخد سيدنا يوسف بس ما تطلبهمش قوي وإلينا معهم لقاء بعد كده يعني إن ربنا إذا ربنا أراد إن شاء الله وفيه ناس بقى وخدوه الصف بتاعها بيه موادعين محترمين مؤدبين دولنا هيكسبوا في الدنيا والآخر هيكسبوا إنما التاني خسران أولا فقبل لما اعترض وانت كأب ما تدخلش نفسك طرف هي دي بقى هو ده الدرس المهم النهار أنت كأب أو كأم ما تدخلش نفسك طرف مع حد ضد التاني إن كده هتخرب الدنيا لازم تبقى محايد ولما يبقى في اختلاف إلجأ إلى أمر الله سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وفي الآية الأخرى فردوه إلى الله ورسوله قال تعالى فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله ورسوله إلى آخر الآيات رد الأمر إلى الله إيه اللي عمله بقى سيدنا آدم قال له محنا أنقرب قربانه اللي يحكم بنا وبنك ربنا اللي يقبل قربانه هو اللي يغضي البنت الجميلة واللي ما يقبلش قربانه هو اللي يغضي ده أمر من الله زي ربنا ما يحكم وكان وقتها في الشريعة وقتها في حاجة اسمها قربان خلاص صحيح ما عندناش الكلام ده والقربان كان وقتها ليلة اللي ما كانش فيه فقراء ده هو آدم وحوى وقبيل وتوأمه وهبيل وتوأمه من الفقير اللي يغضي فكان القربان عبارة عن إيه عن أنه هما يقربوا شيء معين حاجة كويسة والنار تأكلها حتى في بعض الآيات الأخرى في قربين أخرى ربنا يقول قربان تأكله النار كانت تنزل نار من السماء فتحرقه فاللي تحرقه النار ده هو ده المقبول واللي تتركه ده المرفوض فشوف الآية بتقول إيه واتلو يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم واتلو وكلمة تاتلو من التتالي التتابع شيء تلو شيء فأنت وانت بتقرأ القرآن بتجيب آية تلو آية وصورة تلو آية وذلك سميها تلاوة عرفت بقى القرآن اسمه تلاوة ليه التلاوة اللي هي إيه التتابع في القراءة واتلو عليهم نبأ النبأ ده بتيجي في الشيء المهم الشيء العظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم قل أأنبئكم بخير من ذلكم فيه نبأ وما قبلاكم فالنبأ ربنا يقول واتلو عليهم خبر لا واتلو عليهم نبأ نبأ ابني آدم ابني آدم قيل أني قابلوها بيه ولاد آدم ها بالحق وكلمة بالحق يعني فيه كده قصص بتدور وإسرائيليات مخض افتراء بالباطل مش بالحق كلمة بالحق دي خرجتنا من قصة أو حاجة صعبة أو واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق يبقى فيه قصة لأولاد آدم هاتتشهر ولكن باطلة وده حصل افتح كده الإسرائيليات والحاجات بقى اللي هي الخزعبلات والأمور الضعيفة والموضوع يقولوا حاجات ما أنزل الله من سلطان منها قابل وهبيل ما وردتش لها في قرآن ونفسه بس أنا بقولها استئناسا كده بأكد عليها القرآن قال واتلو عليهم نبأ ابني آدم ما قالش واتلو عليهم نبأ قابل وهبيل حتى سيدنا النبي لما تكلم ما قالش قابل وهبيل الما من نفس تقتل ظلما إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سنى القتل أول جريمة قتل على ظهر الأرض وبعدين لما جيل جيل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إذا جاءني لأخذ مالي قال كن كخير ابني آدم أمه ليه واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق وإحنا في برنامج القص الحق إذ قرب قربانا طيب قرب يعني اتنين قابل وهبيل أولاد أدم الاتنين الذكور قربانا ولا قربانين هما يقربوا قربان واحد ولا حاجة تقربوا به إلى الله يعني ولا اتنين هما اتنين ولكن كلمة قربان جاءت هنا المصدر والمصدر ممكن يأتي يدل على المفرد وعلى المسنى وعلى الجام فنقول رجل عدل ورجلان عدل لأنها مصدر ورجال عدل ونساء عدل وامرأتان عدل كذلك قربان تدل هنا على التسنيه إذ قربا قربانا بدليل فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الأخر إيه القربان قال لك سيدنا آدم لما قابل وهبيل كبرهم فوضع الشخص المناسب في المكان المناسب فقابل بقى مسؤول عن الزرعة قابل مسؤول عن الزرعة مسؤول عن الزرعة أيه وهبيل مسؤول عن الزرعة نفسرها يعني يعني عن الأغنام والبقر والجمال والحيوان يعني بقى ده قضية إيه هبيل طب وقابل مسؤول عن الزرعة بقى في الأرض أنت كأب لازم تعرف إمكانيات كل ولد من ولدك إيه وتوجه الولد أنا بقصد الولد أو البنت مع بعض يعني وتوجه ابنك أو بنتك حسب إمكانياته وإذا ربنا هو اللي قال ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات وده مش معنى تفاضل يعني لا خلص فمش لازم تقول لابنك إن ما دخلتش طب بها موتك طب هو مش إمكانياته طب والتاني يقول له لازم تدخل هندسة تبقى مهندس طب هو عايز يبقى دكتور إمكانياته تجيب له يبقى دكتور أو طبيب لا إلا الله فانت اعرف إمكانياته وحطه على الطريق المناسب له ده اللي عمله سيدنا آدم شوف الأب زكي أول شيء أنت كأب بتعلمنا من آدم إيه ما تدخلش نفسك طرف في مشكلة من أولادك خليك محايد طيب وبعد كده ضع الولد المناسب في المهنة المناسب ما تجيبش ولد كده حاجة كده يعني هادي كده وكويس وتشغله في مكاننا يكون مش مناسب لي والعكس إذ قربه قربانا ولما تختلفه في شيء رده إلى الله والرسول اسأل أهل العلم عن طول فجيه بقى هابيل اختار أفضل كابش عنده في الضرع في الحيوانات كابش إيه؟ كان يتقرب وقتها بكابش كان أفضل شيء حاجة كده سمين كده وأملح إنما قابيل كان بخيل أدي المرض الثاني أو على حسب بقى ده قابيل مليان أمراض مرض الإيه؟ البخل والشح وكان طماع ومتكبر إنما هابيل أعتظلموه تقوله ده رجل سلب لا مش سلب خالص ده هابيل هو ده المطلوب وخاصة في زماننا ده هنعرف دلوقتي وإحنا بنكمل الآيات فقابيل جاب شوية زرع كده أسوأ زرع عنده قالوا عايز يكسب وعايز يسبق أخوه طب إزاي لكن أخوه جاب أحسن كابش عنده وقربوهم فنزلت النار فأخذت كابش هابيل وتركت زرعها بقابيل فبدأ الحق ده إيش عجب هو يا ابن ده خلاص ده أمر الله قال له لا ما يلزمنيش استغفر الله العظيم بص عناد بقولك واغد من وصفات إبليس ولد معاند يا ابن يهديك يا ابن يرضيك لا في أولاد زي قبيل النهاردة مطلعين عين أبوهم أمو وهتشرب من نفس الكاز مش هتلاقي حد يخاف عليك في الدنيا قدبوكم ده من الآخر نسخة لأنت تكرر ومش هتعرف قيمتهم ألا بعدين احنا معرفناش قيمة الأب والأم ربنا يرحم من مات ويبارك في الموجودين يا رب جميعا إلا لما كبرنا وخلفنا وشوفنا قيمة أولادنا بالنسبة لنا إيه دي حاجة ما بتشوفهاش إلا لما تباشرها بنفسك غير كده ما تساعد فتعالي ده أبوك أمك ليه تبقى 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 عقابين على طول وذلك فيه أبي أو أم يقولك ده فلان ده ربنا يكلمه والله ده وقت كده جدعه وتلقوا ميلين يميته حبينه وبيدعيله واحد وثاني مطلع عليهم سبحان الله فربنا يهدي أولادنا جميعا يا رب قوله أمين بس خذ بالك يا ابني هتشرب من نفس الكاز كما تدينه تدان فلما تقبل الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل زاد الحقد وزاد الحسد وزاد الطمع وزاد الكبر عارف لدرجة أنه وصل لإيه ياه شان هو كان سوق عارف وصل لإيه فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر هو بقى قابل جم من الآخر قال لأقتلنك ده أكدها أنا هخلص منك بقى انت طهقتني يا أخي قال لأقتلنك بص بقى الوداعة والجمال والحب والأدب الله 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 هابيل يرد بقول لي واحد بقولك أنا هقتلك هموتك هنهي عليك هقضي على حياتك يقوم هابيل بكل أدب ويحترام يقول له إيه قال إنما يتقبل الله من المتقين وخدوا بالكم هابيل ما كانش ضعيف زي ما احنا فاهمين احنا فاهمين غلط لا ده كان قوي وكان ممكن يكون يتحقوا بإيده وكان ممكن يرد الألم ألمين لكن طب بعد كده ايه اللي هيحصل يعني إذا قابلت مع أخيك يا الإخوة اللي بيسمعوني دلوقت الخوات اللي في البيت الواحد لو كل أخ قابل السيئة بتاعت أخوه بسيئة وأخوه قابلها بسيئة فمتى ستنتهي الإساء ادفع بالله تي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمي خاصة لو ده كان أخوك شيئك ابن أمك وابوك حاجة عجيبة قال لأقتلنك واحد بقول له أقتلك لو حد ما كان يقول له طب تقدر دانا لا أقتلك إنما بص عشان ينهي الشر ويقصر الشر ويقفل باب السوء قال إنما يتقبل الله من المتقين أنا ما زنبيش إن ربنا ترك زرعك وخد وأخذ الكبش بتاعك مش بإيد أنا نما يتقبل الله من المتقين الله مش عارة من المتقين يا رب أددي الآية الأولى اللي خدناها واتل عليهم نبأ أبني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك ده بيأكد ده مصمم بص مع سبق الإصرار والترصد قال إنما يتقبل الله من المتقين ربنا بقى ما جابش الحديث بتاع قبيل غير في الآخر إنما جاب كلام هابيل يعني إيه دايما ننقل الخير الشر أثر عنه شوي ما تنقلش عني حاجة سمعتها شر جماعة بتقع زمان سمحوني في اللفظ مثل بلدي كده ناخده زمان هو يقول إيه ما شتمك إلا اللي بلغك ده حقيقي فلان قال أحمد الصباغ ابن ستين ما تجيش تقولي ادفع عني في غيابي بس متبلغنيش عشان صدري ما يتغيرش من فلان ده والله وعايز أقول للناس اللي بتكلم من وراك ده خدمك كيفاء أنه خايف منك ومش قادر يواجهك ويشكر إن انت هتاخد من حسنات ويقوم القيامة حسنات بدون مجهود يا جمعة الغيبة والنميمة دي قال والله فربنا يا بقى يكمل كلام هبيل ويوقف مكان قبيل كلام قبيل لحد كده قبيل قال لا أقتلنك قال لا أقتلنك وقف كده اللي جاي ده كله كلام هبيل بقى واحد إنما يتقبل الله من المتقين اتنين لإن بسط إلي يدك لتقتلني سلام على الأخ هو ده الأخ في ناس إخوة زي هبيل وفي ناس إخوة والعزب اللي زي قبيل لإن بسط إلي يدك لتقتلني حتى لو أنت رفعت سيفك علي أو رفعت طبعا جيتك في وشي أو جيت تضربني أنا مش هضربك هذه معنى لإن بسط إلي وكلمة بسط في بسط بسط لي وبسط إلي بسط لي في الخير الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده لي لي يبسط الرزق لعباده لي إنما بسط إلي فيها شر وفيها سوء أهي لإن بسط إلي لإن بسط إلي يا يدك لتقتلني بص بص مش هأتلك مش هضربك مش هزبائك لا 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 ما أنا ببسط إيدي إليك لأقتلك مهما عملت يا قبيل اسمعوا يا أولاد وتعلموا من هابيل ده لإن إحنا في القصص وفي ناس ظلمة هابيل يقولك ده كان ضعيف الشخصية وكان مش عارف يدفع عن نفسه لا خالص ده هو ده الصح اللي عمله هو ده اللي عمله صح وإلا كان ممكن هيموت هما الاثنين بقى هما ليه ما هو شر أصد شر الاثنين يعيني عن ملا بعض فلما يقوله بكل هدوء إنما يتقبل الله من المتقين ويقوله تاني بذكره بذكره بالله وبعد كده يقوله لا إن بسط إلي يدك لتقتلني لو مدت إيدك علي أنا عمر ما همدي إيده عليك لو جرحتني عايزين أخي زي ده عمر ما هجرحك لو أسأت إلي عمر ما هأسيء إليك أبدا أنت أخويا أنت حتة مني أنت ابن أم وابويا ده اللي عايز يقوله هبيل النهاردة أنا عارف أن الكلام بيوجع بعض الإخوة والأخوات اللي بيسمعوني دلوقت بس معلش أصلي قبيل ليه برضو ناس للنهاردة شوف إحنا تبع مين بقى وهبيل ليه ناس وكتير بإذن الله لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسطي يدي إليك لأقتلك مش ضعف مني أمال إيه إني أخاف الله رب العالمين إني شوف اللغز فين شوف الأهم فين إني أخاف الله رب العالمين خوف من ربنا مش هيخلينا ميد دي دي عليك ولا هيخليني ده خدوا بالك ده كده هبيل أقوى إنما قبيل ده بقى يعني الله يسهل له أقوى بإيه هبيل لأنه عارف يتحكم في نفسه عارف يوقف نفسه يوقف نفسه إزاي يعني ما السيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة مش القوي نبي قال لهم كده ماذا تعدونا الشديدة فيكم القوي العضلات اللي هو الشديد ده قالوا الذي لا يسرعه الرجال يا رسول الله لو دخل ضب ولا لعب مش حافي إيه ولا بحاجة يدر عليه نبي قال لهم لا ده في مقياس الدنيا إنما المقياس السماء وبقى إيه إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب فهبيل ملك نفسه عند الغضب ما أخطأش لا بلسان ولا بإيد ولا قابل السيئة بالسيئة ده يبقى راجل مية في المية عايزين أخي من ده فيه آه فيه والله الخير في أمة الحبيب اليوم القيامة لإن بسطة الله الله عايز كل أخي يقول له أخو كده لو شتمتني مش اجتمك لو أسأت إليه عمر ما هيسئ إليك لو اعتدت عليه عمر ما هيعتدي إليك أحد الناس مرة جيل شيخنا وإحنا زمان فبيقول له أخويا ظلمني في توزيع المراس قال له مين قال له أخويا يعني قال له مين يعني اللي خد أكتر قال له أخويا قال له طب وما لهم هم منه فيه إنت أخوك إيه يا خايب إنت أخوك إيه حتة واحدة الأخ لا يعوض زمان كان يقولون لنا لما بتعترف في صباحك بتقول إيه أخ يعني الحقني يا أخويا زيك شوف الستة العربية حكم على ثلاثة بالإعدام فوقفت وحدة ستة تبكي بكاء شديد فالراجل القاضي وقتها قال هاته الستة اللي بتبكي بمرارة دي تعالي يا فلانة يا حجة مين تبعك في الثلاثة قالت له الثلاثة تبعي ستة القاضي الثلاثة قال لها الثلاثة تبعك ولادك يعني قالت له لأ خواتك كلهم قالت له لأ ومال إيه رابولك إيه قالت له واحد فيهم يبقى جوزي وواحد فيهم يبقى ابني والتالت أخوي جوزها واخوها وابنها قال لها طيب ما ينفعش نعفو عن الثلاثة قالت له أنا مليش عائل بعدهم خلاص بعد الله سبحانه وتعالى مين هيكفلني بعد كده قال لها طيب شفقة تنبيكي اختاري واحد من الثلاثة ده بقولي الستة العربية بقى الأصيلة لو أنت يا ستة اللي بتسمعيني أنت بنتي بقى اللي بتسمعني دلوقتي أو في مقام أختي أو أمي أو الأخوات اللي بسمعوني دلوقتي لو أنت وضعت في الموقف ده يعني عيازا بالله تختاري مين كل العقول تقولك لا ابنها طبعا ابنها ثم ابنها ثم ابنها لكن الستة رحت في حتة بعيد خالص الأخ بعد موت الأب والأم أو أحدهما متعواش المصنع مات خلاص أو بعد ما بلغوا من الكبر عيتيا هيجيبوا غيره منين ما فيش فالستة قالت له قال لها اختاري واحد كانت المفاجئة إن الستة مختارتش جوزها ده طبيعي شوي واخد مبالكم لكن الطبيعي إن هي مختارتش ابنها وماري اختارت مين اختارت أخوها قالت له مش يقدم جوزي ويقدم ابن لكن أخوها أنا محتاجها القاضي قال لها يعني أمرك عجيب إحنا ظننا إن أنت هتختاري مين ضناقي فالستة قالت جملة أصبحت مسألة قالت له يا سيادة القاضي الله 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 الزوج موجود هتجوز غيره والابن مولود هجيب غيره لسه صغيرة هتجوز ويخليه ده مش قسوة من الستة على زوجها وابنها لكن هي أخذت الحاجة اللي مش تتعود قالت له يا سيادة القاضي الزوج موجود والابن مولود هجيب غيره بإذن الله طب والأخ قالت له مفقود الزوج موجود الابن مولود الأخ مفقود فبالله عليكم تماسكوا وخليكم إخوة كده زي هابيل واسبكم من قبيل وإن شاء الله نكمل الأسبوع اللي جاي مع قبيل وهابيل لأنه لسه تقريبا يعني إيه وأيامهم طويلة معنا شوية عشان إحنا بنتكلم في الواقع بتاعنا فيطرة اللي بيسمعوني دلوقت تبع قبيل ولا هابيل هنكمل وإن اللي تم وقبيل أتى الهابيل إزاي ودفنوا إزاي وكان جزاءوا إيه عند الله سبحانه وتعالى دل اللي هنعرف إن شاء الله يوم الخميس المقبل في برنامج القص الحق على قناة الرحمة كل يوم خميس من كل أسبوع السامنة والنصف بعد العشاء هذا إن كان من توفيق فمن الله وحده وإن كان من خطأ أو سهو أو ذلل فمن ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأشهد الله أن أحبكم في الله أراكم على خير إن شاء الله الخميس المقبل ولا تنسوا صلع الحبيب أهل بكي طيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تأمل في سير الأعلام وقرأ في أحروف